لما طلعت للقصبة في الجزائر العاصمة لفتت انتباهي وحد الإشارة في الحيط تعود العهد العثماني تقول لك توقف هنا يا شارع ونزنيقة تعالى العثمانيين ما خستكش تدخل فاستغربت واش العثمانيين وواش التزيريين وعلاش التزيريين ممنوع يدخلوا للشارع تعالى العثمانيين فهنا أكيد كينة طبقية العثمانيين وتزيريين وبينما أنا نبحث في تاريخ مدينة القليعة في ولاية تيبازا لفتت انتباهي ثانيك أنه قبل قدوم العثمانيين والأندلوسيين كانوا يسكنوا فيها الشناوة اللي هما حاليا سكان جبال شنوة في تيبازا لكن بعد قدوم العثمانيين وبعدما جابوا الأندلوسيين وبغوا يسكنهم في المنطقة صارت نزاعة بينهم وبين السكان الأصليين للمنطقة على هذا رفضوا روحتيهم وطلعوا تيبازا ولما رحت ندرس تاريخ الأطلس البليدي وأصول السكان رقتهم صنهاجيين نازحين من الجزائر العاصمة فهذا الشي خلاني نستغرب وش الشي اللي يخليهم يخلوا مدينة متمدينة متحضرة ويروحوا يسكنوا في الجبال في المناطق نائية باردة والإجابة كانت أنهم متفهموش مع العثمانيين وأثقلوا كاهلهم بالضرائب فمتحملوش ورفضوا روحتيهم وطلعوا الجبال وقريت مرة في كتاب أن الجزائريين هما اللي طلبوا بالدولة العثمانية أنها تحكمهم وتضمها لهم لكن لما جي تبحث في الوقائع وفي الحقائق تلقى أنه علاقتها مع الجزائريين كانت عبارة عن صراعات ونزاعات وهذا الشي خلاني نتساءل هل الدولة العثمانية غزو واحتلال أم خلافة إسلامية مباركة من طرف الجزائريين لما جي تشوفت المنطق هل هناك إنسان عاقل أو شعب عاقل يقبل أنه دولة أجنبية جي تحكمه وإذا كانت الدولة العثمانية غلطت في الشعب الجزائري كما دارت فرنسا نجرم إذن أفعال فرنسا ومن جرمش أفعال الدولة العثمانية صحيح أنه إحنا اللي طلبنا المساعدة الدولة العثمانية ضد الهاجمات الإسبانية ولكن مساعدة الدولة العثمانية لنا هل كانت لوجه الله أم بهدف توسيع الرقعة الجغرافية للعثمانيين قلوا لأرأكم في التعليقات